في اليمن يتجه الطلاب للمدارس حاملين مخاوفهم من تحديات يعلمون يقيناً أنها ستواجههم فالعام الدراسي الجديد يبدأ وقطاع التعليم مثقل بالكثير من الأزمات وتداعيات أربع سنوات من الحرب التي تسببت بدمار كبير في قطاع التعليم من زحام المدارس إلى عدم توفر المدرسين والمناهج الدراسية ولعل غياب المعلمين والفراغ الذي يتركونه أكبر المشاكل وأسوأها أثراً بحسب منظمة اليونسيف فإن العملية التعليمية في اليمن باتت على المحك حيث يشكل توقف دفع رواتب الآلاف من المعلمين والموظفين التربويين خطراً ليس فقط على العملية التعليمية لملايين الأطفال لكن أيضاً على جودة التعليم إحصائية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي قالت إنما نسبته 58% من المعلمين لم يستلموا رواتبهم منذ أكتوبر 2016 لكنهم حصلوا طوال أربعة أشهر على نصف راتب أو قسائم غذائية في حين بلغت نسبة من يستلمون رواتبهم بشكل مستمر 28% فقط وهم الموجودون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية فيما يستلم أربعة عشر في المائة من المعلمين جزئياً وبتقطع وهم معلم محافظتي تعز والجوف التي تتقاسم سيطرة عليهما الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي على الرغم من أن حال التعليم في المناطق المحررة أفضل منه في مناطق سيطرة الحوثيين فرواتب المعلمين تسلم باستمرار والمناهج تطبع في مأرب وتستقبل مدارسها ومدارس عدن العديد من الطلاب النازحين إلا أن القطاع في هذه المحافظات ما زال يعاني من مشاكل أخرى منها مطالبات المعلمين النازحين إلى المناطق المحررة الحكومة بصرف مرتباتهم حيث بلغ عدد من نزحوا بحسب وزارة التربية والتعليم إلى عدن والمحافظات المحررة نحو 15 ألف معلم وتربوي بعد توقف رواتبهم لقرابة العامين في حضر موت أيضا بدأ المعلمون إضرابا جزئيا للمطالبة برفع مرتباتهم موضحين أن زيادة 30% التي أقرتها الحكومة لا تفي بالغرض مهددين بالتصعيد إلى الإضراب الكلي ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم اليوم وهذا هو حاضر القطاع الأهم ومليون طفل يمني خارج المنظومة التعليمية ما نوع المستقبل الذي ينتظر البلاد؟